بريئة الجوالة 21 مباراة واحدة جرت اليوم صدف فيها الخليج الباحث عن أول انتصار بعد ثلاث هزائم استضاف الطائي الساعي لتعويض خسارته الأخيرة حمزة بن جد عندما تخطئ حتما ستدفع الثمانة باهظا 13 دقيقة الخليج متقدم عبر لعبه الألباني سوكوسي كاليشي بعد هذه الهفوة الدفاعية التي كلفت القادمة من حائل أولا مبكرا في لقاء شعره والتعويض سواء تعلق الأمر بصاحب الضيافة أو الضيف الذي حاول عبر خيارات العرضيات رد الاعتبار لكنه لم يفلح في مرتين الثانية كان لها دوغلاس بالمرصاد الخليج بسلسلة من النتائج السلبية الأخيرة والتدارك أولوية القصوى ولضمان النتيجة لابد لها من تعزيز أتى قبل نهاية المرحلة الأولى حين استغل حمد العبدان سوء تركيزي الطائي الدفاعي على خط تسلل مواقعا الثاني الخليجي انطلقت المرحلة الثانية على أمنية رئيس الطائي تركيا طبعان في عودة فريقي أو على الأقل تعادلا كأخف الأضرار بدأها أبناء حاتم هجوميا علها تأتي بأول وربما مع مرور الوقت يأتي الثاني في وقت كان بإمكاني فابيو أن يلغي كل أحلامهم بثالث قاتل الطائي لم يستسلم لم يرذب النتيجة ظل يحاول ويحاول حتى أتى مراده بهدف أول عبر فهد الجهني برأسية محكمة هل سيفعلها الطائي في العشر دقائق الأخيرة كما عودنا سابقا في ظل تراجع رهيب لأداء الخليج في شوط المباراة الثاني وعلى وقع توهج أهل حائل عبر نجمهم أمير سعيود وعبر فهد الجهني الذي كان له الحارس دوغلاس بالمرصاد لكن هذه المرة من ركنية نفسه الحارس وقع في المحظور في آخر رمق من المباراة بهذا الخطأ الجسيم الذي كلف فريقه تعادلا في آخر الدقائق حمزة بن جدو صدى الملعب حتما هرد لك للخليج مبروك مهيك رطاي صحيح مصطفى الخليج تقدم شوط جيد في شوط الأول واستغل الخطأ وعزز بهدف ثاني لكن الغريب أنه في الشوط الثاني تراجع بشكل مخيف من بداية الشوط الثاني وهو متراجع وهذا كلفه ثلاث نقاط كانت مهمة جدا في الهروب من القاع رجع الطائي للمباراة حارس الخليج كان مميز لحد الهدف الثاني اللي سجل الطائي أخطأ في الركنية برغم النشاء الكرة خطرة جدا قبل الركنية لكن في الركنية أخطأ وتعادل الطائي استحق الطائي على مجهودة في الشوط الثاني على نقطة التعادل محسن أبو كرام هذه المباراة مباراة الأخطاء المدافعين سكانوا بارعين في الأخطاء سراحة تقدم شوط شوط الأول كان للخليج الشوط الثاني كان للطائي دائما أبو كرام الفرق اللي في الوسطة أو الفرق الصغيرة يعني خلال نقول الفرق المتوسطة ما ربما نقول صغيرة إذا تقدمت بقولين أو فرق هداف كثيرة في شوط واحد يبقى اللي بنشوط الثاني ما قدروا يحافظون لأن اللعبين ما تقدر تشحذ همام وتخليهم في نفس المستوى مباراة كاملة هذا اللي صار مع الخليج المدرب بدرو كان عنده مشاكل قبل في الدفاع وفي الهجوم حل مشكلة الهجوم صار يسجل اسكيلاتشي لكن في الدفاع الأخطاء ما زالت تتكرر رادو يتدخل الشوط الثاني بتغييره في هذا الجهني وحسن العمل مع أمير سعيود ومع موسونا قدر يوصل وقدر عدد الانتيجة سجل الطايل غول في دقيقة 93 وهذا خطأ غالبا يكون في التركيز تركيز اللعبين كل ما مشهر الوقت كل ما قل تركيزهم دقيقة 93 مفروض تحافظ على انتيجة كنت متقدم طيب هلأ رح نعرف من هو الرجل هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر اللي عمل التقرير الجزائري لازم يختار بين بلده أمير سعيود ما بدن الاتحاد في الصدارة عنده 47 نقطة متقدم بنقطة على النصر الشباب ثالثا عنده 43 بجينا الهلال 36 لكن عنده مباريتين ناقص بعدين بجينا التعاون الفتح الطائي ضمك المركز الثامن وآخر ثمانية الرائد الفيحة أبهى الاتفاق مركز الـ 12 الوحدة الخليجي الخليجي 14 نقطة يعني كان ممكن يطلع على أكتر شوي والعدالة والباطن الجمعة يستمر التنافس في دوري روشن بشجولته 21 في 3 مباريات الفيحة العشر يستقبل العدالة صاحب المركز من قبل الأخير الباطن